بعد توقعه بزلزال تركية العالم الهولندي يعود بتحذير مرعب ترقبه الأقوى منذ عشرين عام خلال ساعات برحب كل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقة التوقعات أسعد اللقاء أتكو بكل خيء بعد فترة من الهدوء عاد عالم الزلزال الهولندي فرانك هوغر بيث لتحذيرات المرعب وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته 8 درجات على مكاس ريفتر خلال 24 ساع وذلك بسبب الاستفاف بين الأرض وكل من هندسة كوكبي المريخ ونبتون وكذلك الهندسة الكمارية مع نفس الكوكبي وحسب موقع العربية حذر العالم المسير الجدل من أن الأرض تتحرك ببط بين المريخ ونبتون مؤكدا أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي وتوقع نشاط زلزال ضغط وفرصة لحدوث هذة أرضية عنيفة قد تتخطى 8 درجات بحسب مستويات الضغط التكتوني وقال المركة الأوروب المتوسطي لرصد الزلازل هندسة الكمار مع المريخ ونبتون لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعل هذه الهندسة وما فعلته في الماضي 8 درجات و5 من 10 على مكاس رفت في تلميح إلى أنه بيتوقع الزلزال أقوى من ذلك قريبا والأحد الماضي وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بنتزون وبينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها أنه بيمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون لزلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي إلى زيادة النشاط الزلزالي وهنا كان يقصد شهر 8 أو شهر أغسطس إلى أنه في النظام الشمسي نرى هندسة الزاوية اليوم المزدوجة مع المريخ ونبتون وهناك احتمال كبير أنه في غدون من يومين لثلاث أيام يمكن أن نتعرض لزلزال قوي لقد حدث ذلك في الماضي نحن نعلم أن هذا النوع من الهندسة يمكن أن يؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزال وقال أن من المحتمل جدا النشهة الزلزال قوي خلال الأيام القادمة ويعتمد حدث ذلك أم لا على حالة القشرة الأرضية مؤكدا أن هذا لها علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون وكذلك بكوكبي المشتري أورانوس العلم الهولندي المشيري لجدن أشار إلى أن قمة قمرية عالية وذلك بسبب هندسة القمر مع المريخ ونبتون مع المشتري أورانوس وآن بيجتمع هذا الحد كبير قمم القمر عالية في المقام الأول ما إذا كان سيحدث ذلزال كبير أم لا فهذه علامة استفهام كبيرة لكننا نعلم أن هندسة القمر تتسبب بمثل ذلك الحدث الزلزال الكبير ومن الصعب تحديد المنطقة أنها تتعرض للنشاط الزلزال وأوصل العلم الهولندي متابعيه بأن يكونوا في حال التأهب إضافي من الممكن أن نشهد ذلزال كبير خلال الـ 24 ساعة القادمة مضيفا بالقود إذا حدث ذلك خلال الـ 24 ساعة أو الأسابيع القليلة المقبلة فسيكون الخامس من حيث الحدم خلال 20 عام لذلك فهو ليس مجرد عدث ذلزال وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة بحالة من الهالة حول العالم خصوصا بعد أن توقع عدة مرات بحدوث ذلزال أو هزات قبل وقعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية ورود من توقعاته بين تحرقات الكواكب واستفادها أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر اللي درب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي واللي تسبب في سقوط أكتر من 50 ألف قتيل وعشرات الألاف من الجرحة والمشردين وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاث أيام وفي إبريل الماضي سدق توقع الخبر الهولندي فلانك هوغربيتس بوقوع ذلزال ليلة اكتمال القمر في يوم 6 أبريل إذ أكدت وسائل إعلام روسية تسجيل ذلزال بقوة 6 درجات على مكاس ريفتر على بعد 445 كيلومتر وكان هوغربيتس ألف تغريدة ليه ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اكتران كوكبين لذا يجب أن نحذر من احتمال وقوع نشاط الزلزالي قوي وتابع مع تلك الاكترانات ومع اكتمال القمر نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك هذا يعني أنشطة زلزالية قوية ونقلت وكالة تسل روسية عن مختصين فعلم زلازل قولهم أن سكان سيفيرو كوروسيلك في جزيرة بارومشير شعروا بهالذات بقوة تتروح بين 3 ل 4 درجات وكان زلزال تاجستان من تنبؤات العالم الهولندي التي صدقت إذ وقع على عمد 10 كيلومتر ووصلت قويته ل7 درجات و2 من 10 على مكاس ريفتر وأيضا من التوقعات التي صدق فيها العالم الهولندي كان زلزال نيوزيلندا في مارس الماضي وكان بقوة 7 درجات و1 من 10 على مكاس ريفتر ودرب منطقة جزيل كارماديك على العمد 10 كيلومتر وحذرت هيئة المسح الجروجي الأمريكية بعد زلزال نيوزيلندا من احتمالية أن تحدث أمواج مد بحري تسينامي نتيجة الزلزال وغيرها كتير من الزلازل اللي اتحققت خلال توقعات العالم الهولندي فرانكو هوغربيت وبعد تسرحاته صدقة المصدرة للألأ تعالوا نعرف مين هو العالم الهولندي فرانكو هوغربيت للناس اللي مش عارفه الشبيب فرانكو هوغربيت هو باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية وبيهتم بأمور الزلازل والبراكين العالم الهولندي نال شهرة وسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل فرانكو بيعتمد في توقعاته بشأن حدوث الزلازل على وصول الكواكب لمواقع محددة في النظام الشمسي انخبيره الهولندي بينفي ما يصار بشأن إمكاني التوقع حدوث الزلازل مؤكدا أنه لا يمكن حدوث ذلك نحن فقط نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة العزل المناطق الزمنية الحرجة المتبقة على الكوكب بشكل عام وبيعتمد العالم الهولندي فرانكو هوجربيتس في توقعاته بشأن زلازل على برنامج سول باج قم بإنشاؤه من دافع ولعب النظام الشمسي وحركة الكواكب في الفضاء واستخراق بعض التوقعات في يوم 6 فبراير الماضي تعرضت جنوب تركيا الزلزان المدمئ بلغت قويته 7 درجات وتسعة من عشر على مكاسرفت وذلك بعد أيام من توقعات فرانكو التي نشرها على تويتر وذكر خلالها ذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال وكانت مناطق جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان العالم الهولندي تنبأ أيضا بحدوث زلازل قوية في الفترة ما بين 20-22 فبراير 2023 ومن المحتمل أن يبلغ زروته يوم 22 فبراير 2023 لتتحقق نبوءته ويحدث زلزال قوي بيدرب تركيا وإيران وفلسطين ولبنان صدفة توقعات العالم الهولندي الواقع مرة أخرى بزلزال تاجستان على عمق 10 كم قبل ساعة بلغت قوته 7 و 2 من 10 درجات على مكاسر اختار وكان هو الأقوى في الأيام الأخرى بنتمنى أنه طبعا ما يحصلش التوقع اللي هو بتكلم عنه لأنه هيكون زلزال أقوى من زلزال تركي ونتمنى كمان السلامة للجميع حتى لو حصل بكده تكون خلصة حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوف القناة ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد ياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم وإلى اللقاء